أعلن الرئيس الشيلي جابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يأتي ذلك في وقت تبدل فيه القاهرة جهودا ملموسة دفاعا عن القضية الفلسطينية ضغط دولي غير مسبوق وتطورات لا تنتهي والهدف واحد وهو إيقاف قوات الاحتلال الإسرائيلية عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة وإنهاء جرائمها التي فاقت الحدود ففي تطور جديد وهام بساحة القضية الأبرز في العالم أعلن رئيس الشيلي جابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوة أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر الماضي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة وإحداث مجاعات على نطاق واسع في غزة خطوة تشيلي لم تكن الأولى بل سبقتها عدة دول في ذلك والتي كان من أبرزها مصر التي تحركت انطلاقا من أهميتها وثقالها السياسية لتعلن في مايو الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة القاهرة أكدت أن خطوتها تلك جاءت في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير للبنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة هي إذن تحركات كبيرة وجهود دولية لا تنتهي لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة العدوان الغاشم ولوضع حد لمأساة إنسانية فقد بشاعتها ما يمكن وصفه بالكلمات